اشتركوا في القناة والأمس وتقدم أنه في منهج أهل الحديث في تصحيح الحديث وأن طريقتهم بسطها العلاماء رحمة الله عليهم ولا يمكن أن تستوعب في مجالس يسيرة ويوم مصبوط والله الحمد في كتب مختصرة ومطولة وفي متون منثورة ومتون منظومة مشروحة ومحشن عليها ولله الحمد وكلها في الغالب متفقة في المسائل إلا ما في خلاف في مسائل يسيرة من المسائل التي هي أو من مناهج وطرق أهل الحديث رحمة الله عليهم أنهم ينظرون إلى الأخبار بأشانيدها ومخارجها وأن الأخبار تختلف صحة يكون بعضها في أعلى دراجات الصحة وبعضها يكون صحيحا وبعضها يكون متواترا وأن المتواتر كثير من الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام واختلف في المتواتر اللفظي والمتواتر المعنوي وأن أهل العلم الحديث ينظرون في الأخبار من جهة اعتبارها ومن جهة المتابعات والشواهد ومن قال إن المتقدمين لا يعرفون المتابعات ولا ينظرون إليها بل يحكمون على الحديث بالضعف أو بالصحة لمجرد النظر في سنده فطريقتهم الظاهرة الواضحة تبين أنهم يعتنون وينظرون إلى المتابعات وهذا ظاهر في الكتب المصنفة في العلل فترى الكتاب العظيم في العلل الكتاب مثل العلل الدارا قطني أو العلل لابن أبي حاتم لأنها من أوسع الكتب وغيرها كثير من كتب العلل المتقدمين والمتأخرين لكن هذان الكتابان أصل في هذا الباب لتقدمهما وتبريج لأما الذين صنفوا في هذا من المتقدمين تبريجهم في هذا الفن فترى مثلا يقول حديث يريد حديثا يقول مثلا رواه عروة مثلا ثم رواه عنه فلان وفلان ورواه فلان ثم يذكر الطرق الكثيرة المختلفة والمخارج المتعددة ثم بعد ذلك يحكم على الخبر فيقول مثلا والصواب أنه متصل والصواب أنه مرفوع أو الصواب أنه مرسل أو الصواب أنه موقوف وهذا واضح في أنهم ينظرون إلى الطرق والمتابعات ويدل عليه أيضا أجوبتهم حين يسألون فيقولون وهذا يقع في كلام البخاري رحمه الله كثيرا يقول لا يتابع عليه يسأل حديث فيقول لا يتابع عليه فالمعنى أنه فرد هذا يبين أنه ينظر في من يتابع هذا الراوي فإن كان قد توبع دل على أنه لم ينفرد وينظر في المتابع والمتابع وادر قطني كثيرا ما يعبر يقول يعتبروا به أو لا يعتبروا به هذا أيضا هو معنى الشواهد والمتابعات لأنه إذا كان يعتبر به يعتبروا به بغيره فاعتبروا يا أولي الأبصار النظر والاعتبار فالمعنى أنه هذا الذي روا هذا الخبر يعتبر به لأنه ليس متروكا ولا مطرح الرواية فلو كان فيه ضعف يسير فيقول يعتبروا به فليس مطروح فإذا جاء الحديث من طريق آخر دل على أنه حفظ فالمعنى أنه يكون للاعتباد لا للاعتماد وهذه المتابعات وكذلك في حكم الشواهد فلهذا كانت هذه الطريقة كما أنها ظهرت جلية بينة عند المتقدمين فكذلك عند علماء حيث تتابعون بعد ذلك إلى يومنا هذا في الكتب الكثيرة التي تحقق والتي تخرج فينظر في المتابعات وفي الشواهد وهذا واضح أبين ولله الحمد وأيضا لا فرق بين طريقة المتقدمين والمتأخرين بعضهم يقول يفرق بين طريقة المتقدمين والمتأخرين ليس هناك طريقتان نعم طريقة واحدة طريقة المتقدمين وطريقة المتأخرين ولم يذكر هذا في من تقدم أنهم يفرقون بين المتقدمين والمتأخرين وأن هناك علوم المصطلح أو هناك طريقة للتصحيح عند المتقدمين وطريقة للتصحيح عند المتأخرين طريقة للتضعيف عند المتقدمين طريقة للتضعيف عند المتأخرين هذه من نظر في طريقة الأئمة لم يرى مثل هذا الفرض إنما الذي فيه اختلاف الاجتهاد اختلاف الاجتهاد بين المتقدم والمتأخر هذه واقعة بل اختلاف الاجتهاد بين المتقدمين واختلاف الاجتهاد فهي ليس اختلاف مناهج إنما هو اختلاف نظر اختلاف اجتهاد وهذا ليس خاص بالمتأخر دون المتقدم ولا المتقدم دون المتأخر بل المتقدمون يكون الإمامان الكبيران لهما دراسة لهذا الحديث ولهذه الطرق فتختلف أحكامهما مع أن طريقتهم في الأصل ومنهجهم واحد لكن بعضهم يرى صحته وبعضهم يرى ضعفه فهو اختلاف في النظر اختلاف في الاجتهاد مثل سائر العلم الشرعية الفقهاء كذلك لا يقال هناك فرق طريقة للمتقدمين والفقهاء المتأخرين إنما هي فرق في الاجتهاد وفي النظر وإن كان باب الفقه أوسع من جهة أن هناك من ينتسب إلى مذهب من المذاهب مثلا هذه مشألة أخرى لكن الشان أنه ليس هناك فرق في هذا لأن هناك أصول أصول متفق عليها من حيث الجملة وهي أصول علم الحديث أصول مصطلح الحديث أصول علم الرواية هذه الأصول أخذت من كلام المتقدمين ثم بعد ذلك قررت ودونت عند المتأخرين لكن قد يختلف الاجتهاد في بعض المسائل المتقدمون يعرفونها ضمنا يدركونها وإن لم تكن مكتوبة مثل مسألة علم الأصول العلماء المتقدمون وعلى رأسهم الصحابة أخذوا عن النبي عليه الصلاة والسلام هذه العلوم علم العربية علم الأصول سائر علوم الشريعة هم الأصل في هذا الباب لكن ليس عندهم تدوين لهذه الأصول لماذا؟ لأنهم هم الأصل وهم يتكلمون بمقتضى هذه الأصول كذلك العربية هي من هذا الباب فدونت فليس هناك مثلا فرق بين نحو المتقدمين ونحو المتأخرين إنما اختلاف الاجتهاد واختلاف بصريين والكوفيين ذلك كذلك مثل هذه مثل علم المصطلح يقع مشائل مسائل بعض القابع المصطلح يقع فيها خلاف مثلا ومن أشهر المسائل مسألة الشاد والمنكر سبق الإشارة إليه الشاد والمنكر المتقدمون خاصة فيه كلام نحمد رحمه الله وغيره لا يفرقون بين الشاد والمنكر ويطلقون المنكر على أخبار بعض الرواة ممن روايته في الصحيحين ويقول يحمد في بعض كلامهم هذا يعني رواه فلان وهو خبر منكر خبره منكر لكن لا يقول منكر الرواية فرق بين أن تصف خبره بالنكره وبين أن تصفه بالنكره إذا وصفته صار الوصف ملازما له هذا لا يكون إلا ضعيفا لكن حين تصف خبره يكون شيئا عارضا كذلك الشاد هم قد يطلقون الشاد وقد يطلقون المنكر المتأخرون يفرقون بين الشاد والمنكر يقولون ومع الضعف فالراجح المعروف ومع الضعف ومخالفه المنكر كما يقول حافظ النخبة أما مع الثقة فالمخالف إذا كان ثقة لمن هو وثق منه أو للثقات يقولون إن خلافه يكون شذوذا يكون شذوذا فلهذا الخلاف في الاجتهاد في مثل هذه المشائل إنما يكون بين المتقدمين اختلاف في الحكم الحديث اختلاف في النظر ولهذا يقول الذهب رحمه الله في كل طبقة يعني من طبقات عنوحاليث متشدد ومتساهل ومتوسط ومتساهل متشدد ومتوسط ومتساهل وهذا يمكن أن تنظر فيه أو أن تجعله في كل طبقة مثلا من الطبقات المتقدمة يحيى بن سعيد القطان هو متشدد يقولون يمكن يقال عبد الرحمن مهدي متوسط بعده أبو حاتم الرازي متشدد وتزكيته عزيزة إذا زكى فقل تزكيته وإذا جرح فتأنى قليلا انظر انظر كلام أبي زرعة أبو زرعة لم يكن متشددا تشدد أبي حاتم ولهذا كثير من أئمة حيث ميلهم إلى أبي زرعة وأقوال أبي زرعة عبيد الله من الكريم الراجي أكثر من ميلهم إلى قول أبي حاتم الراجي محمد من دريس رحمه الله وقبلهما علي بن المديني وبعده البخاري والإمام أحمد ابن حنبل وإن كان علي مديني أيضا في طبقة الإمام أحمد ويحيى بن معين يحيى بن معين أيضا متوسط وبعض هؤلاء يختلف فيها هل هو متشدد أو متوسط يحيى الدارا قطني علي بن عمر الدارا قطني متأخر توفي سنة ثلاثمائة وخمسة وثمانين بعدهم بزمن متوسط وقيل متساهل وهكذا بعد ذلك أبوه على الخليلي ثم بعد وقبله ابن خزيمة ثم بعده ابن حبان ثم بعده الحاكم ابن حبان متساهل ابن خزيمة شيخه متساهل ابن حبان شيخ ابن خزيمة ابن خزيمة شيخ ابن حبان وابن حبان شيخ الحاكم والحاكم شيخ البيهقي هؤلاء الثلاثة متساهلون وأشدهم تساهلا الحاكم رحمه الله وخصوصا في كتابه المستدرك على الصحيحين متساهلا تساهلا عظيما رحمه الله حتى حتى بالغ بعضهم وقال ليس فيه على شرطهما حديث قال أبو شعد الماليني طالعته من أوله إلى آخره مستدرك فلم أرى فيه حديثا على شرطهما هذا لا شك كما يقول الذهب غلو وإشراف فيه يقول فيه جملة وافرة على شرطهما وهذا نحو الثلث وفيه ما ليس وفيه ما هو صحيح ليس على شرطهما نحو الربع والذي على شرطهما الذي يبلغ الثلث يقول في بعضه علن خفية وما سوى ذلك يعني الربع مع الثلث سبعة من اثنى عشر يبقى خمسة من اثنى عشر وما سوى ذلك ففيه فهي حديث واهية وفيها مئة حديث موضوعة يجزم بأنها موضوعة يجزم بأنها موضوعة يقول رحمه الله لكن الحاكم رحمه الله تجرأ بعض الناس عليه وتكلم فيه بغير علم وبعضهم يطعن فيه عن غير بصيرة وعن غير علم وبعض من يتكلم يحكم على نفسه أنه لا يعلم ولا يعرف ومع ذلك يقدم بعضهم على الحكم على الحاكم حاكم إمام كبير لم يطعن في شيء من كتبه ولم يتكلم في شيء من كتبه إلا في المستدرك كتبه كلها شارية عند العلماء كتب العلماء ينقلون منها فيها فوائد عظيمة تأصيل في علم الرجال والمصطلح في المدخل والضعفاء وغيره من العلوم كتب عظيمة لهذا الإمام ما يدل على أنه إمام متثبت لكن المستدرك وحده هو الذي فيه ما فيه وهذا يبين أن هذا المستدرك هناك سبب لما وقع فيه فلا يجوز الطعن عليه بأن يقال إنه دس هذه الأخبار وأنه كذا وأنه رافضي وأنه هذا لا يجوز في مثل هذا وذلك أن كتاب الحاكم رحمه الله وإن كان متساهل وصنف هذا الكتاب وقال إنه يريد أن يستدرك على شرطهما على الخلاف مسألة شرطهما هل هناك شيء يسمى على شرطهما هل هناك شيء يسمى على شرط الشيخين هل هناك شيء يسمى على شرط البخاري هل هناك شيء يسمى على شرط مسلم أو هي ثلاثة متفق عليه والبخاري ومسلم هذا موضوع خلاف منهم يجعل القسم الثلاثية البخاري المتفق عليه وأفراد البخاري وأفراد مسلم ومنهم يجعلها سباعية المتفق عليه ثم ما رواه البخاري فرد البخاري ثم من فرد بمسلم ثم ما كان على شرطهما ثم ما كان على شرط البخاري ثم ما كان على شرط مسلم ثم ما كان صحيحا خارج شرط الصحيحين كما يصنفه جماهير علماء من من صن في المستلكة الحافظ وغيره هذه القسمة فيها خلاف لكن النظر إلى اللفظ هذا محتمل لكن من جهة المعنى هناك حديث صحيحة على طريقة البخاري يكاد يجزم بها ولا يقال إنه ليس من بخاري شرق لأنه روى بتراجم مشهورة بتراجم مشهورة إذا وجد أحاديث بنفس هذه التراجم خارج الصحيح فهو جزما على شرقه لأنه لا يقال هذه التراجم هذه التراجم انتقاء تراجم مشهورة كيف يقال انتقاء التراجم مشهورة ما فيها انتقاء مثل عبد الرزاق عن معمر عن همام منبه عن أبي هريرة صحيفة همام البخاري روى بعضها وهي صحيفة واحدة والإمام أحمد رواها كلها نحو من أربعين حديث فلا يمكن أن يقال إن بعضها صحه البخاري وبعضها تركه لأنها صحيفة واحدة ومثلها كثير لكن التراجم الأخرى التي ينتق من البخاري وهذا لا علا يأتي إن شاء الله في مسأله وهو انتقاء أو اجتناب البخاري من حديث الثقة ما غلط فيه وانتقاؤه من حديث المتكلم المتكلم فيه ما تثبت فيه ما تثبت فيه فهو يجتنب من حديث ثقة ما غلط فيه وينتقي من حديث المتكلم فيه ما لم يخطف كما هي طريقة مسلم فالإمام الحاكم رحمه الله إمام كتبه المصنفة كلها معتمدة وهو كغير منها يعني يخطئ لكن كتابه المستدرك وقع فيما وقع والسبب والله أعلم لأمور أولا وهو أعظمها وأهمها أنه صنف الكتاب رحمه الله وحصل له وكان في آخر حياته حصل له بعض التغير وبعض الغفلة التغير نوع من اختلاط اليسير وهذا أثر عليه في اختلال أحكامه وفي أخطاءه وفي أغلاطه بل في تناقض رحمه الله ولهذا هو شؤل عن حديث الطير الحديث الذي يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل طيرا مشويا فقال اللهم أتني بأحب الخلق إليك اللهم أتني بأحب الخلق إليك فجاء علي رضي الله عنه سئل عنه الحاكم فحكى بأنه موضوع هذا قبل تصنيفه للمستدرك وقال كلمة متينة تدل على إدراكه لو كان هذا الحديث صحيحا لم يكن أحد أفضل من علي بعد الرسول عليه الصلاة والسلام هذا صحيح لو كان هذا الحديث صحيح لكان علي رضي الله عنه أفضل الصحابة على الإطلاق ثم هو بعد ذلك ذكره بالمستدرك هذا لا شك يجعل النكريبة الذهب رحمه الله قال ثم تغير رأيه فذكره من استدرك لكن أظهر أن الصواب أنه ما تغير رأيه تغير فكره تغير فكره فذكره ليس تغير رأيه وهذا أشار إلى الحافظ في اللسان وقال إلى تغيره ولما حصل عنده بعض التغير بعض الغفل لا شك أنه عند التغير وعند ابتداء فوات بعض الإدراك يحصل مثل هذا لا يستنكر شيء من نسيان وشيء يحصل مثل هذا وهذا هو الصواب رأيه ما تغير رأيه ذابت كيف يكون تغير رأيه يذكر فضائل الصحابة وفضائل ويعني فضائل الصحابة في جميعا رضي الله عنهم لمن تأملوا نظره مستدرك ما يبين أنه لا يمكن أن يجتمع هذا الحديث مع غيرها هذا يبين أنه حصل عن بعض بعض شيء من اختلال والتغير فذكره في مستدرك رحمه الله مما يدل عليه أنه رحمه الله يذكر في مستدركه في مستدركه أحاديث ويقول لم يخرجه الشيخان كثير حديث وشيخان قد أخرجه قد أخرج هذا الحديث حديث كثير يبعد مثلا أن يكون تخفى عليه لأنه لأنه ما محافظ ولو كان حديث واحد مثلا حديث لقيل ممكن هذا لكن حديث كثير مما يدل عليه أنه قد يذكر الحديث الواحد فينفي وجوده ثم يثبت وجوده في نفس كتابه هذا من التناقضاته تثبت أنه حصل له بعض التغير والغلأ والوهم والغفلة الشديدة التي وقع فيما وقع فيها ولهذا من أراد أن يقدح فيه وأن يقول إنه كذا وإنه وقد يتهمه على الإسلام والعياذ بالله هذه مصيبة عظيمة وقد يزعم بعضهم ممن يتهمه أنه ينتصر للسنة وينتصر لأهل السنة ضد الرافضة وهذه طريقة الرافضة يظهرون مثل هذه الأمور وهذه الفضائل زورا وبهتانا لأجل أن يروجوا الباطل فهم فتجد مثلا بعض من يتكلم فيه يتكلم بلسان الرافضة وبحجج الرافضة بدعوة الدفاع عن السنة والدفاع عن أهل السنة ويتكلم بلسانهم ويتكلم بحججهم هذه هي طريقة أعداء الإسلام من الرافضة وغيرهم فالحاكم لا شك أنه نموذج من التساهل السديد لكن هو حصل له ما حصل رحمه الله بهذا السبب كما يتبين من كلام أهل العلم وهو رحمه الله قيل إنه استدرك شيئا من هذا وبدأ بمراجعة المستدرك وذكر الحافظ رحمه الله أنه وقف في المستدرك في نحو الربع الأول أو النصف الأول شيئا من هذا أنه قال إلى هنا انتهى تصحيح الحاكم وأنه كثرت المنكرات بعد ذلك ما يدل على أنه لعله أدرك شيئا من هذا فالمقصود أنه رحمه الله كغيرهم الأئمة في كل طبقة من طبقات الأئمة والرجال يكون من هو متساهل لكن بعضهم يكون متساهل جدا وبعضهم يجمع بين التساهل والتشدد ابن حبان رحمه الله متساهل في التوثيق خساف في الجرح إذا تكلم ما فيه إنسان خسف فيه وهذا تقابل وهذا يقع أيضا لغيره ممن يتكلم في الرجال وبعضهم لا يكون كالميزان معتدل ولهذا كان ذهبي يعجب بكلمات أبي زرعه الرازي وله كلمات جميلة في هذا في الرجال حين يسأل عنهم رحمة الله على الجميع فالمقصود أن ليس هناك طريقة للمتقدمين وطريقة للمتأخرين هو هي أصول مصطلح قد يحصل اجتهاد من بعض أهل العلم في بعض المسائل ولهذا كثير ممن صنف ممن تأخر تجده على يعني مسألة الشاء المنكر والشاذ لا يفرق بينهما وبعضهم يختلف قوله في كتاب يختار التفريق وفي كتاب آخر يختار عدم التفريق وهذا يبين ليس منهجا إنما هو اختلاف في النظر والاجتهاد والأئمة المتقدمون حين يقول بعضهم مثلا إنه يسأل عن الحديث فيحكم بما حضر ولا ينظر إلى مسألة التابعات المتقدمون الكبار رحمت الله عليهم حين يسأل حديث فهو رحمه الله إذا أراد يتكلم الحديث بطرقه أمامه مطبوع ومنقوش في صدر يراها تماما فيقول الحديث لا يصح لأنه يرى أنه لا يصح ويحكم عليه مباشرة ويشدد في هذا لأنه يعلم طرقه ويكرهون ذكر الطرق ولا يقول نهروي من طريق فخصيا كان ضعيف يكرهون ذكر مثل هذا إلا أحيانا لهذا المحمد رحمه الله لو ذكر له أحيان بعض الأخبار منكرة قال استغفر ربك استغفر ربك لما ذكر له حديث لما جرى خلاف وبحث كان يحمد رحمه الله في مجلس فذكر بعضهم مما أصحاب أظنه أحمد بن الحسن من جنيد بن ترمذي أو غيره نسيت اسمه بعيد العهد بالقصة لكن قال في مسألة من تجب عليه الجمعة قال هذا الرجل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول أحمد قال عن رسول الله سلم ليه أحمد يقول ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هو أحاط بهذه المسألة وعلمها استنكر قبل أن يذكر له فساق له الإسناد فلما ساق له الإسناد قال استغفر ربك استغفر ربك لأن إسناد متروك والحديث لفظه الجمعة على من أواه الليل إلى أهله الجمعة على من أواه الليل إلى أهله يعني أنه تجب الجمعة على من يكون بينه وبينها مسافة لو رجعها بين الجمعة يرجع إلى أهله قبل غروب السمس فمن كان بهذه المسافة تجب على الجمعة قال استغفر ربك مع الحديث روى الترمذي فهم استحضرون مثل هذه الأخبار ويعرفون الطرق في مجرد ذكره يحكمون عليه يقول أحدهم لعله أبو جرعة إنه لا يطيب لي الخبر أو الحديث حتى أرويه من خمسين طريقا خمسين طريقا والكلمات عنه في هذا كثيرة وكانوا يتثبتون رحمة الله عليهم وهذا مشهور عن يحيي بمعين أيضا وأن الذي يأتيه بحديث يتثبت منه يتثبت منه يعني خمسين مرة في حد واحد مئة مرة عجب عجاب في تثبتهم وتتبعهم وتتبعهم لطرق الأخبار فلا يكاد يفوتوا عليهم شيء ويدل عليه الكتب التي جمعت من مئات الآلاف من الطرق طبعا الحديث محصورة لكن الطرق كثيرة قد يكون حديث لهم يا الطريق يصحه كثير منهم بعضها لا يصح ومن المسائل في هذا ومن مناهجهم العظيم رحمة الله عليهم في باب حفظ الحديث وضبطه ضبط طرق التحمل والأداء أهم طرق التحمل أو أنواع طرق التحمل والأداء لأن طالب العلم يتحمل أولا ويؤدي بعد ذلك والتحمل له أحكام والأداء له أحكام فيقولون أرفع طرق التحمل السمع ثم أخبرني وحدثني ومثله أنبأني وأنبأني قد تستعمل عند المتأخرين في الإجازة هاتان طريقتان سمعت أرفع أنواع التحمل لماذا سمعت سمعت من لفظ الشيخ يعني يقرأ عليه شيخه من كتابه والطالب يسمع والطالب يسمع هذا يسمى السماع وأرفع أنواع الأداء يليه العرض العرض هو أخبرني حدثني بعد يطلق عليه حدثني والعرض قراءة الطالب والسماع قراءة الشيخ فالطالب فالطالب إذا كان يقرأ على الشيخ يسمى عرض معنى أنه يعرض عليه كتابه كتابه والجمهور على أن السماع رفع من العرض وذهب مالك إلى العرض وقدمه بعضها العلم قالوا أن العرض مقدم لكن الجمهور على أن السماع مقدم على العرض والذين قالوا أن العرض مقدم على السماع قالوا أن الشيخ مثلا لأن الكتاب يكون مع الطالب والشيخ يقرأ قد يقرأ مثلا من حفظ قد يقرأ مثلا من كتابه الشيخ فقالوا إن العرض أفضل وأتقن قال لو أخطأ الشيخ يصعب على الطالب الرد عليه قد لا يتمكن لكن العرض الشيخ إما أن يسمع ويكون حافظا لكتابه أو ممسك بأصل كتابه وإذا أخطأ الطالب رد عليه فلأجل هذا قالوا إن العرض أرفع وهي مسألة اجتهادية يليه بعد ذلك الإجازة إجازة الشيخ قال أجيزك بهذا الكتاب وأرفعها إجازة معين لمعين واختلفة فيما سواها ثم يليها المناولة يناوله الكتاب ويقول أجزتك أجزتك وهذا والمناولة مع الإجازة أرفع أنواع الإجازة ثم يليه المكاتبة يكتب له حديث ويجيزه بها هذه هي الرابعة ثم يليه الإعلام يليه الإعلام إعلام يعلمه يقول له مثلا الشيخ يقول له يقول هذا كتابي هذا كتابي بس إعلام ما يقول له عني وهذه اختلف فيها والوصية والوجادة هذه وقع فيها خلاف لكن الطريقة التي كانت عندهم و حين السماع كانت السماع والتحديث ثم بعد ذلك صارت الإجازة لما دونت الكتب ثم يلي التحمل الأداء الأداء يكون بعد التحمل بعد التحمل هو يقول بحسب تحمله بحسب تحمله يؤدي فإن أدى فإن تحمل سماعا أدى سماعا إن تحمل إجازة فلا يجوز أن يقول سمعت يقول إجازة أجازة وهكذا ومن طرقهم ومناهجهم في هذا عنايت عنايتهم بالرواية وال و السماع للصغير وأنهم يتثبتون في سماعه ليس مجرد حضوره ليس مجرد وجوده يجعلونه سماعا يجعلونه حضورا إلا إذا ميز فلأنه روى بعد ذلك ينظر لأنهم يكتبونه بعد أن يتحققوا ويتثبت أن يتحققوا ويتثبتوا من تمييزه على الصحيح كما صحه الخطيب وابن الصلاح وذهب الأكثر إلى أنه لا بد أن يكون بسن معين إلى سبع سنين لكن صح ابن الصلاح وجماعة أنه لا حد للسماع بل متى فهم الخطاب ورد الجواب وهذا والصحيح فقد بعضهم يعقل له أربع سنين وبعضهم يعقل له خمس سنين ويقول ابن الصلاح رحمه الله منهم من يميز وله خمس سنين ومنهم من لا يميز وله عشر سنين بل وله خمسون سنة فالعبرة بالفهم لا بسن معين لا بسن معين وإما ذكروا في هذا قصص أن أحدهم أحضر وله أربع سنين فسألوه عن القرآن فقرأ فلم يخطئ وكان حافظا له واختبروه في بعض المسائل كما يذكرون في المسائل من الرأي قالوا وقد كان نظرا في الرأي والكلام يعني ما يبينون به أن بعضهم قد يمنحه الله ذكاء خارقا فيدرك ومن هؤلاء أيضا أبو حيان أبو الشيخ ابن حيان أبو أبو محمد عبد الله ابن محمد ابن حيان الأصبهاني الإمام الحافظ الكبير متوفى سنة ثلاثمية تسع وستين تسع وستين ومرود سنة مائتين وست وسبعين أو واربع وسبعين أحضر عند أبي بكر المقري أبي بكر المقري كانت وفا فهاته سنة ثلاثمية ثلاثمية ووحد وثمانين وعمر بلغ نحن ست وتسعين سنة أحضر عنده وكان له أربع سنين وكان قد حفظ القرآن ف قالوا لا تكتبوا له قالوا لي أقرأ فقرأ فقال أقرأ فأمره أن يقرأ سورة التكوير وسورة قولي أيها الكافرون قال فلم أخطي فيها ثم قال لي آخر اقرأ سورة المرسلات فقرأتها ولم أخطي فيها فقال أبو بكر بن المقر أكتبوا له والعهدة عليه خلاص هذا جاز منجح في الاختبار ولو كان صغيرا مثله قد لا يكتب له سماع إنما يكتب له حضور فلهذا كان يعني يؤخذ من هذا أن هؤلاء غيمة يرون أن المعتبر هو التمييز كما نسب إلى بعضهم تأخرين كابن الصلاح والخطيم كذلك يكون لأبي بكر بن المقر هذا القول فلهذا كانوا يتثبتون رحمة الله عليهم تثبتا عظيما وذلك أن هذا يختلف بعضهم يكون له ذكاء خارق والقصة المشورة عن الدار قطن رحمه الله لما كان في أول عمره في شبابه قبل أن يشتهر وحضر عند شيخ إسماعيل الصفار الحافظ الإمام حضر عنده وكان يحضر عند شيوخ آخرين عند شيوخ آخرين وكان يسمع عند الشيخ يسمع لا يكتب وعند شيخ آخر فيكثر فيكثر حضوره والدروس والأحديث التي يسمعها والكتب التي يسمعها فحضر عند إسماعيل الصفار بين التلاميذ والشيخ يملي الدار قطني رحمه الله بينهم هو يكتب نظره فإذا هو نظره فإذا يكتب حديث غير ما يمليه شيخ إسماعيل الإمام إسماعيل الصفار غير ما يمليه فقال له بعض زملاء لا يصح شماعك لا يصح شماعك يعني تكتب شيء يعني قال طريقتي في الحفظ أو في الإملاء غير طريقتكم يقوله فلما فرغ الدرس شكوه إلى الشيخ شكوه إلى الشيخ لأنه لا شك مثلا يستنكر هو الشيخ يملي أحديثه ويكتب أحديث أخرى من حفظ يكتب فقال لإسماعيل دعهم يملون علي ما سمعوه منك اليوم وهو ثمانية عشر حديث أسانيذ فأملو عليه فقال أخطأ في كذا وكذا لأنه كان يملي من الكتاب وهم يكتبون لأنه مثل وتعرف حال الإملاء مع الكتاب ربما يقع خطأ في اسم يقع في قال الشيخ تقول هذا يعني قال نعم ورجع إلى الكتاب فرجع إلى الكتاب فوجد أمر كما يقول الدار قطني وهذا من العجائب أنه صحبه خطأهم وهم مصغون إلى الشيخ ويملي وهو يكتب أحديث أخرى غير ما كان يمليها الشيخ فعندك سلموا له فيحصل مثل هذا للدار قطني وليس مثالا واحد أمثلة كثيرة في سلف الأمة رحمة الله عليهم ومن طريقة أهل العلم ومناهجهم في ضبط الحديث حتى لا يختلط تلقين المشايخ تلقين المشايخ إذا شكوا في أحد رواة الأحاديث شكوا في ضبطه وفي حفظه يعمد له هؤلاء أمة فيقولون فبدون أن يشعره أنه يختبره لا لا يأتيه على يأتي طالب يريد من باب الاجتهاد في حفظ السنة فيأتيه يشأله عن أحاديث فيكون يعرف أحاديث التي رواها ويعرف أحاديث هذا الشيخ التي رواها فيأتي يكون قد كتبها يقول أنه قد كتبت أحاديثك وريد أن أسألك عنها تحقق وإما ذكروا في هذا قصة القصة الكثيرة بعضها قد لا تثبت وكثير منها صحيح لكن مجموعها يدل على أنها أصل أنها صحيحة مثل الأخبار التي تنقل مثلا في فضائل مثلا بعض الصحابة في أخبار الصحيحين أخبار بعضها متواتر وقد يكون في ذلك أخبار لا تصح لكن أصل فضلها والصحابة ثابت مثل ما ينقل مثلا بعض الأخبار مثلا في شجاعة علي أو بعض من يذكر في الجاهلية مثل كرم حاتم مثل طائم مثلا قد يؤتى بقصص لا أصل لها لكن أصل كرمه هذا شيء يعني معروف كذلك مثل هذه القصص هي كثير منها صحيح قد يكون في بعض أفرادها أشياء لا تصح وكان لماذا أحمد رحمه الله ويحيى بمعين ومعهم ويحكي القصة أحمد منصور الرمادي قال وكنت خادمهما يخدم يحيى بمعين ويريد يصحبهم يستفيد ويخذبهم فذهبوا إلى إلى عبد الرزاق ثم رجعوا فلما رجعوا مروا بطريقهم على أبي نوعين الفضل بن دوكين وهو إمام رحمه الله لكن يحيى معين رحمه الله لا تطيب نفسه حتى يختبر فلما مروا به قال يحيى معين لما أحمد رحمه الله أريد أن أسأله عن شيء من حديثه عرف الإمام أحمد أنه يريد اختباره قال لا تفعل إنه حافظ يحمد رحمه الله أدرك مقصده قال والله لا تطيب نفسي يحيى معين هذا عجيب في تتبع وله قصص يعني من تتبع قصصه وجد بالعجاب العجاب في تتبعه للأخبار حتى يخرجها من أصلها من أين خرج هذا القبر وشافر مسافة طويلة يذهب إلى مكة يقول حديثك ذهب إلى البصرة لأن البصرة يقول مخرجه من الكوفة ثم يقول لا هو رجع إلى مكة في يرجع بينما يكون بصري رجع كوفي بينهم كوفي صار مكي يسير يتبعه حتى يستخرج أصلها من أين هل له أصل صحيح أو لا فالشاهد أنه قال يحمد لا تفعل قال والله لا اختبرنه فأخذ ثلاثين حديثا عشرة 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 من أحاديث أبو نعيم وجعل على رأس كل عشرة حديثا ليس من حديثه فقرأ عليه العشرة الأولى ثم قرأ الحديث هذه عشر ليس من حديثه قال ليس من حديثه هذا أضرب عليه أدرى سكت يحمعين أخذ عشرة ثانية وابو نعيم لم يستنكر يعني حديث واحد في هذه الجلس لم يستنكر ثم سرد عليه عشرة أخرى ثم الحديث الحدي عشر من غير حديثه فقال أضرب عليه ليس من حديثه سرّ يحمعين أن يسرتاح فطن ثم أخذ عشرة أخرى ثم سرد ثم قرأ الحديث الحدي عشر فتغير وجه أبو نعيم واشتد ثم قال وليمحمد كان عن يمينه ويحمعين عن يساره قال أحمد ونصر الأم الروادي وكنت أمام قال أمسك بذر أحمد أما هذا فأورع من أن يفعل هذا وأما هذا يقصد أحمد ونصر الأم الروادي فأقل من أن يفعل هذا لكنه منك يبنى كذا منك فرفسه برجل حتى سقط من الدكان سقط ثم ذهبوا قال أليم أحمد أنا ما أقول لك إنه ضابط قال والله لرفشته أحب إلي من رحلة يقول لأني تحققت أن الرجل متقن وأن الرجل ضابط فأمن وارتاح وعلى هذا يروع عنه وهذا فعله مع كثير من الرواة حتى إن بعضهم إذا أخذ يختبره في أحد فأدرك يأبى أن يحدثه ثم يحله أن لا يكلمه ويهجره لا يباله ولا يباله لأنه يختبر والأئمة في هذا كثير رحمة الله عليهم فهذه الطريقة يتبعونها رحمة الله عليهم في معرفة هؤلاء الأئمة هذي كان هؤلاء الأئمة الكبار فكيف في الضعفة الضعفاء لهم حال أخرى الضعفاء لهم حال أخرى يحيو المعين كان معمر عبد الرجاق يروي عن معمر ومعمر يروي عن عن ثابت وثابت يروي عن أنس ثابت يروي عن أنس كان أحد الضعفاء العباد عابد ذهب اسمه عني الآن يروي عن أنس كثيرا يروي عن أنس كثيرا ويعني هو قليل لثابت لكن ثابت من أثبت الناس يعني في رواية أنس وروايته عنه كثيرة فلإمام أحمد رحمه يحيو المعين لما كان في صنعاء عند عبد الرجاق وجد يحيو المعين يجمع حديثا لأحد الضعفاء عن أنس بن مالك عن أنس ضعيف جدا لأحد الضعفاء عن أنس مالك فكان يحمعين إذا مر به أحد إذا مر به أحد ويكتب أخفى الكتاب حتى لا يرون لا يرون اسم هذا الضعيف لأنهم يستنكرون كيف تكتب حديث الضعيف هذا أليم أحمد لا يطلعه على كل شيء أليم أحمد رأى قال لماذا تكتب هذه الحديث لماذا تكتبها يعني حديث بعضها موضوع قال أكتبها حتى إذا جاء رجل يروي هذه الحديث بدل أن يكون عن هذا الضعيف عن أنس يعني من رواية مثلا من رواية عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن هذا الضعيف عن أنس يجعل مكان الضعيف ثابت فإذا جعل مكان ثابت والحديث معروف أنه لا يصح قلنا له كذبت هذا ليس من حديث ثابت فرضي أليم أحمد رحمه الله ولهذا قال رحمه الله يعني الضعف ما كانوا يروون عنهم كانوا يكتبون عنهم فرق بين الرواية والكتابة هم لا يروون عنهم يحدث لا يكتبون يكتبون أحده ولهذا يقول يا حيوم معين روينا عن الكذابين ثم سجرنا به التنور ثم أكلنا به خبزا نضيجا يقول روينا أحد الكذابين وضبطناها وسجرنا بها التنور فأكلنا خبزا نضيجا تبين الأمر والتضح وهذا من أعظم النصح للأمة لا في باب التصحيح ولا في باب التضعيف وفي معرفة الرجال ومراتب الرجال ومن تفنني أو لأيما رحمة الله عليهم أنهم يفرقون بين الرواة والتراجم بين تراجم الرواة فرقون هناك سلاسل من التراجم مشهورة عند العلماء إذا ذكرت تكون كالنهار المضيء وبعضها كالليل المظلم فإذا ذكرت هذه السلاسل يفرحون بها وهي سلاسل متكررة وهي عامة السلاسل الموجودة في الصيحين وفي السنن وفي كتب المسانيد هذه التي تتردد في كتب الأخبار فتجدهم مثلا يذكرون مثلا السلاسل العالية مثل الزهري عن سالم عن أبيه مالك عن نافع عن ابن عمر أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة هذه من أعلى أنواع الأسانيد أعلى الأسانيد يليها مثلا بريد ابن عبدالله من أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى حماد بن سلمة عن ثابت عن أسانيد هذه دونها ليست في الدرع عليا إنما هي دونها يليها محمد بن عمر من علقه وقاص ليث عن أبي سلمة عن أبي هريرة يليها عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة وسلاسل أخر سوال بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة العلا بن عبد الرحمن أبي عقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة هذه دون المرتبة الثانية المرتبة الثالثة يليها مرتبة دون ذلك محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر ابن قتادة عن أبيه وبعضها يأتي عن أبيه عن جده ولهذه السلاسل الموازنة بين الروايات فسلاسل في أعلى درجات الصحة وسلاسل دون ذلك وسلاسل دون وهناك روايات تكون ضعيفة إما بضعف محتمل هذا يعترض بها يعترض بها لا يعتمد للإعتباد إلى الاعتماد وهناك روايات مطرحة فهذا أيضا من طرقهم ومناهجهم في ضبط السنة وكتابة إلى حديث رحمة الله عليهم أيضا مما ينبه له أنه أن المتقدمين يعلون بالتدليس يعلون بالتدليس وهذا ثابت في الأخبار والكلمات عنهم وفي ذكر المدلسين أنهم يعلون بالتدليس خلافا لمن قال إنهم لا يعلون بالعنعنة إنهم إنما يعلون إذا كان دل إذا كان بالتدليس أما مجرد العنعنة فلا لكن الذي ذكروا رحمة الله عليهم أن الإسناد إذا كان فيه مدلس وعنعن أعله به ولا يقولون إن أصل الرواية المدلس على السماع حتى يقولون على التدليس حتى يثبت سماعه هذا الذي ذكره العلماء ذكره مسلم وذكره غير مسلم أيضا في قصص كثيرة الليث بن سعد يروي عن أبي الزبير عن جابر كثيرا وأبو الزبير هو محمد مسلم بتدرس الأسد أبو الزبير المكي فقه من رجال رواله البخاري مقروم بعطاء ورواله مسلم كثيرا عن جابر وهو مدلس أبو الزبير مدلس الليث بن سعد قال له أعلم لي على ما سمعت عن عطاء حتى أروي عنك فأعلم له ما سمعه من عطاء أعلمه بما سمع من عطاء لأن المدلس هو الذي ربسيغت عن يحتمل أن السمع يحتمل ما سمع المدلس الذي على اختلاف تدريس إسناد أو تدريس سيوخ والصحيح أنهما لأنهما نوعا تدريس تسوية عمل وليس نوعا ثالثا تدريس التسوية قد يكون في تدريس الإسناد وقد يكون في تدريس الشيوخ خلافا لمن قال إنه نوعا آخر لأن التسوية قد تكون لتسوية تدريس الشيوخ قد تكون لتسوية تدريس الإسناد فقال أعلم لي على ما سمعت فأعلم له هذا يبين أن الليث رحمه الله يحمل على عدم السماء من المدلس ولهذا ما كان من رواية الليث فهو في حكم نسموع وما كان من غير ذلك توقف فيه عن أبي الزبير لكن في هذا أهل العلم نظر في مسألة الشواهد لهذا الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام وآخر مسألة في هذا الباب وهي خصوص طريقة البخاري ومسلم البخاري رحمه الله كما لا يخفى وأخذ بالتتبع لكلامه في تاريخه الكبير وكذلك في كتابه الصحيح أنه رحمه الله يشترط أن يكون الراوي قد سمع شيخه ولو مرة واحدة ولا يكتفي بالمعاصرة خلافا لمسلم ومسلم يكتفي بالمعاصرة مع إمكان السماع لا مجرد المعاصرة هو لم يقل إنه يكتفي معاصرة لا يريد المعاصرة التي يمكن مع السماع لكن إذا كان معاصرا له وهذا في أقصى الدنيا هذا في المشرق وهذا في المغرب ولم يعلم أنه ملتقي مثلا في حج أو في غيره أو في رحلة لطلب العلم هذا حتى مسلم لا يقول به إنما يكتفي بالمعاصرة مع إمكان اللقي البخاري لا يكتفي لا بد من تحقق اللقي ولو مرة واحدة وشدد بعضهم شرط علي بن المديني رحمه الله وجماعة آخرون أبلغ من شرط البخاري اشترطوا الصحبة الطويلة كما وقع الخلاف لكن خلاف ضعيف في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام لا يشترطوا الصحبة يشترطوا فيه لو رأاه له مرة واحدة كذلك أيضا في من لقي الصحابة في من سمع من الراوي في من عاص الراوي لا بد أن يكون لقيه له مرة واحدة ولهذا البخاري رحمه الله يتتبع الطرق وينظر هل سمع فلان من فلان وهذا موجود في كتابه في الصحيح كثيرا رحمة الله عليه يعني هذا ما أردت الإشارة إليه أيضا فيه نقطة أخيرة سبق الإشارة إليها وهي مما تميز بها البخاري وكذلك مسلم وقد خذيت على بعض المتأخرين ومنهم الحاكم رحمه الله فصار حديث على شرط البخاري وعلى شرط مسلم من رواة البخاري قد يكون روا لهم لكن لم يروي لهم على هذه الطريقة فالبخاري رحمه الله يكون الراوي مثلا ثقه وله أغلاط مثلا فيجنب من حديثه كما تقدم ما غلط فيه وباقي حديثه يروي والمتكلم فيه ينتقي منه وكذلك مسلم الحاكم رحمه الله إذا جاء حديث مثلا رجاله روى لهم بخاري يقول عشرط البخاري مسلم وقد يقول بخاري ما روى لهذا الرجل هو روى له لكن لم يروي له بيادة السلم مثل مثل هو شايم عن الزهري هو شايم بمشير واسطي ثقة لكنه ضعيف في الزهري كيف عرفها العلم أنه ضعيف في الزهري علموا أنه ضعيف في الزهري فيما يذكر أنه لعله هو شعبة أنهما رحل إلى أبي إسحاق والزهري في قصة طويلة وفي أنهما روى حديث هشيم روى عن الزهري وشعبة عن أبي إسحاق شعبة عن أبي إسحاق وكان كل منهم لم يعلم الثاني من روى عنه فرجع في الطريق فقال شعبة من ذاك الذي رويت عنه من هو قال له شرطي من بني أمية ما راد يخبره وعلمنا الزهري فقيل إنه أخذ الأوراق فرماها فطارت منه فلم يحفظ منها إلا شيئا يسيرا فعند ذلك قالوا إن حديثه عن الزهري ضعيف أما هو في نفسه فهو وثيقه والله أعلم وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد اشتركوا في القناة